أعزائي المشاهدين واصل حديثنا مع القصة إلية من صفات المسيح شمس البر عاوز أسألك سؤال لكن بطريقة معكوسة أنت تحدثت عن شمس البر وتحدثت عن المسيح هو نور العالم لكن نرى واضح في هذه الأيام وفي كل العصور الشيء النقيد أو المقابل الظلمة الجهل والعمى العمى بقصد العمى الروحي أو العمى الأدبي وأول عمل الله عمله في الخليقة فصل بين النور والظلمة قال ليكن نور فكان نور لكن واضح من ناحية تانية أن الشيطان يعمل في هذه الأيام الذين فيهم إلى هذا الدهر الشيطان قد أعمى أذهان غير المؤمنين فما هو ردك على هذا الموضوع يعني ها حقيقة أنه في عمى في ظلمة وفي جهل عايز أقول أن كلمات سفر ملاخي بتعيد ذاتها في هذا العصر وفي هذه الأيام انتشار حالة من الظلام الروحي والأدبي تماما مثل ما كان في أيام ملاخي توضح لنا شوي أكتر أخي لي في أيام ملاخي كتب نبي ملاخي هذا الصفر بسبب الإعوجاج الأدبي والروحي اللي ساد على شعب الله أحبه الله أعطاه كرامة الله ميزه ونرى ذات الأمر في هذه الأيام الله يعطي الإنسان صحة يستخدمها في الشر الله يعطي الإنسان مال يستخدمه في الضمار الله يعطي الإنسان تكنولوجيا يستخدمها في الحروب والقتل الله يعطي الإنسان إمكانيات يستخدمها ضد الله وضد نفسه ولا أجد أي إجابة ولا أجد أي حل لحالة الظلام الأدبي والروحي الموجود حاليا إلا إشراق شخص المسيح العظيم كل شخص بيتخبط في ظلام أدبي أو روحي أخلاقي أيا كان شكله مجرد أن يشرق نور المسيح في حياته مجرد أن يقبل المسيح يفتح للمسيح تخيل معي من فضلك لو أن هذه النوافذ لا تفتح مطلقا وتظل مغلقة لا يمكن أن تدخل أشعة الشمس إلى بيوتنا وتشرق فيها وتطاهرها نحتاج إلى شخص المسيح وأعتقد أننا في عصر أشد ما نحتاج فيه إلى المسيح العظيم ليشرق بشمسه التي تدفئ وتشفي وتطهر وتعقل نعم نحتاج كمؤمنين أيضا وخدام أن يشرق كل منا في المجتمع الذي يعيش فيه برسالة المسيح العظيم